أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض أمس بعد أن تسببت قوة بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي في تراجع رهيانات خفض الفائدة وهبط المؤشر ستاندر أند بورس 500 إلى أدنى مستوياته منذ أسبوع إثر تراجع أسهم شركات أمازون وأنفيديا وألفابت في ظل صعود عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 4% وهو أعلى مستوى في هذا العام وتراجع نازدك المجمع بـ 16% فيما هبط داو جونز الصناعي بنحو 90 نقطة